وعقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية في المقطم مع ممثلين لجميع طوائف المجتمع من شباب ورجال دين وبعض شباب الأحزاب حول محاور الحوار الوطني وما يحتدون تنفيذه من مطالب متعلقة بالتعليم والصحة والشباب والرياضة والمحليات خلال الجلسة تم تأكيد على ضرورة استمرار حالة الحوار حيث أن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين في حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كافة القطاعات كما شهدت الجلسة عقد دورات تدريبية للسيدات على الحرف اليدوية لتوسعة مصادر رزقهم وفرض رقابة على السلع التموينية وتغيب الطلاب عن المدارس وضرورة التشابق بين الأحزاب لخدمة المواطنين